ليش القوة السياسية بدأت تتصارع على ما سميت أنت مدير عام الاستجداء لمدير عام وكيل الوزير صار سهل أسهل وظيفة بالعراق صارت وزير وأصعد منصبهم الصراع على الوزارات ينتهي بعد التصويت على رئيس الحكومة وتشكيل حكومته بس أكو كتل تتراضى يبدأ التفكير يصير ما دون الوزير هي الدولة العميقة هاي صراع الوكلاء وراء الوكلاء ومدرع عامين أكو ناس أكو جهات الآن ولا تقول لي منو هي هاي الجهات الشايشي اللي مال الوزارة هم لازم يجيبون عدهم صحيح الفراش البره لازم نعدهم صدقا هكذا يضمن مفهوم الدولة العميقة يا عام أحسنت طبعا الدولة العميقة والعقيمة نفس الشي زين هسا من الأم سيطرة عن دولة عميقة منو صعد السقف مالتا قبل كانت توصى في دولة القانون وحزبت داعونها داعا أنت مقدم رائع وحباب ونطيف خلينا نتكلم أفكار هو فكرة وقواعد هي فكرة لا أنت تجرني أنا نسمي ما أريد أسمي ما أريد أدخل الآن أنت ليه صاير ما تسمي ما أعرفتك ما تسمي أول لقاء أشوفك ما تسمي أتغير صلت ما أسمي ليش أفضل أولا الشارع العراقي صار يفهم بالإشارة أكو تضليل كبير لا 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 أكو تضليل كبير صار شارع زين راح أسألك السؤال وغادر أوعى هل بعد دولة القانون دولة عميقة لو طلع من صراع الدولة العميقة لا هذا صار خطيئة درجة ثالثة رابعة دولة العميقة انتقلت تقدمت على دولة القانون دول طيب جايب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر